إذا كاترة النساء بتوصف الفوليك أسد للسيدات الحوامل في أول فترة الحمل تعال نعرف السبب الفكرة أن الفوليك أسد أو الفيتامين بي 9 بيكون لي دور مهم جدا في فترة الحمل لأنه بيساعد في تطوير الجهاز العصبي والأنبوب العصب للجنين في وقت مبكر من الحمل ولو كمية الفوليك أسد ما كانتش كافية في الجسم ممكن في بعض الحالات الأنبوب العصب للطفل ما يقفلش بشكل صحيح وممكن يصاب بمشاكل صحية اسمها Neural Tube Defects وده نوع معين من العيوب الخلقية المرتبطة بالدماغ والعمود الفقري والحبل الشوكي ومن ضمن العيوب اللي ممكن تحصل حاجة اسمها Spina Bifida وده عيب خلقي في الأنبوب العصبي بيحصل لما العمود الفقري والحبل الشوكي يتكونوا بشكل غير صحيح أو حاجة تانية اسمها Anansifali وده بيكون عبارة عن نمو غير مكتمل لأجزاء رئيسية في الدماغ وفي الغالب الأطفال المصابين بالنوع ده ما بيعشوش لفترة طويلة وقبل ما نختم الحلقة هاي بسأل سؤال واحد ايه هي جرعة الفوليت أسد اللي بتوصف عن طريق دكتوري النسا للسيدات الحوامل في أول فترة الحمل هتابع كل إجابتكم في التعليقات ولو استفدت بقى من الحلقة هتنسى تعملوا بلايك وشير عشان الناس تانية تقدر تسفاد منها اشتركوا في القناة